بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين أنا دكتور محمد أبو الطيب التقوياكم في محاضرة جديدة من محاضرات الطاقة المتجددة محاضرتي هذا اليوم هي الجزء الثاني واستكمال لمحاضرة سابقة عن تأثير الظلال على إداء وإنتاجية منظومات الألواح الشمسية والتي كانت تحمل رقم 143 وأعتذر عن تأخري في أرض الجزء الثاني منها كل هذا الوقت موضوع آثار الشيدنغ على إنتاجية منظومات الألواح الشمسية موضوع مهم للغاية وحيوي جدا خاصة لمن ينصب هذه الألواح في المدن سواء على سقوف المباني أو على سقوف مواقف السيارات أو في واجهات المباني وغير ذلك من الاستخدامات لذا نجد اهتمام متزايد بهذا الموضوع من قبل الكثير من الباحثين سابتدأ بمراجعة الفكرة الأساسية هنا والتي سبق لي أن ذكرتها في الجزء الأول أقرب صورة لما يحدث في حالة آثار الظلال على الألواحية فكرة سريان الماء في الأنبوب أمامكم وضع طبيعي لخلايا شمسية مربوطة على التوالي سريان التيار في خاثي الخلايا يشبه سريان الماء في الأنبوب ماء سريان حر فريد دون أوائق يعتمد فقط على الفولتير المسلطة ما الذي يحدث لو تعرضت الخلية الوسطى للظلال؟ في هذه الحالة كأن الماء في الأنبوب واجهة ترسبات أو أوائق تبنى حركته بسهولة فلا يعود حرا بحركته في هذا الأنبوب وستقل كثيرا كمية الماء المتدفق فيه وكلما زادت نسبة الظلال ستزاد كمية العوائق في الأنبوب وبالتالي ستقل كمية الماء الماء مما يعني مرور تيار أقل وهذا الشكل يوضح من الذي يحدث للتيار الأيشور سيركيت للوح الشمسي مع ازدياد نسبة التعرض للظلال لاحظوا كيف انخفضت قيمة التيار بسرعة سيستمر في جزء من هذه المحاضرة في عرض التغيرات التي تطرق على كل من الـ IV كيرب والـ PV كيرب نتيجة أثار الظلال ترون أمامكم أحدى نتائج المحاكاة لمنظومة شمسية مكونة من 7x7 خلية شمسية مربوطة بالشكل الذي ترونه أمامكم وهذه نتائج تعريض أجزاء من المنظومة السابقة للظلال الجزئية أمامكم منحن الـ IV كيرب الأصلي عند التعرض المنتظم للشعاع الشمسي وهو الشكل المالوف العادي لو قمنا بتضليه الخلايا المجاورة للإطار سنحصل على منحنة باللون الذهبي أو الأصفر الذي ترونه أمامكم وهو شكل معقد لدرجة كبيرة ومنصف فعل أن نحظى بإنتاجية معقولة مع منحنة بهذا الشكل أما في حالة كون الضلال على خلايا الطرف الأيمن سنحصل على هذا الشكل وهو مشابه في تصرفه للحالة السابقة ولكن قيمة التيار فيها أعلى من السابق وهذا طبيعي لأن جزء من عدد الخلايا الكليا الذي تعرض للظلال في الحالة السابقة تعرض للظلال الآن وهذا شكل منحنة لو تعرضت الخلايا في الأسفل فقط لتأثير الظلال وهذا شكل منحنة عند التعرض العشوائي لخلايا المنظومة المدروسة وهذه منحنيات PV كيرف Power Voltage كيرف المقابلة لمنحنيات current voltage كيرف السابقة وهذه نتائج دراسة أخرى أمامكم الـ IV كيرف والـ PV كيرف الناتج من أربعة خلايا شمسية وشكلهما نموذجي تقليدي الآن لو قمنا بإلقاء الظلال على خليتين من الأربعة كما ترونه في الصورة أمامكم سنحصل على منحنة IV ولاحظوا كيف انخفضت إنتاجية الجزء المحدد بالـ Range 2 بسبب الظلال وأن الناتج الكلي للـ IV كيرف هو من جمع نتائج Range 1 و Range 2 معا وأمامكم المثال الأخير لدينا هنا خمسة ألواح شمسية جرى تضليل أجزاء منها اللوحة الأول ترونه في أقصر يسار كيس A ثم تقطي جزء من الخلية والثاني الذي يديه كيس B نرى أن تقطيها شملت خلية وجزء من خلية ثانية وهكذا وصولا إلى الكيس E حيث تم تقطي أربع خلية وجزء من خلية خمسة يظهر الشكل على اليسار نتائج الـ IV كيرف للحالات السابق وطبعا ستكون أسوأ النتائج للحالة كيس E ترونها باللون الأخضر الفاتح مقارنة باللون السمائي أو الأزرق الفاتح الفسفوري للحالة بدون أي تضلي ويزداد تعقيد الشكل أي يزداد عدد فصوصه أو الفصوص المكونة له مع زياد نسبة التضلي ونفس الشيء ترونه في المنحنة على الطرف الأيمن وهو منحنة الـ PV كيرف وهذه هي الحالة التي يرى الـ Inverter نفسه فيها وعليه أن يجد أقصى قيمة ممكنة للقدرة التي يستنقطها أو يستخرجها من اللوحة في تلك اللحظة إذ علي أن يختار نقطة ما على هذا المنحنة تمثل أقصى قدرة آنية ممكنة وأي نقطة سيختارها ستعني ضياء قدرة بمقدار ما نسبة للقدرة بدون ظلال بعد أن عرفنا ما تفعله الظلال على إنتاجية الألواح التي تتعرض لها لنأتي لبيان أنواع هذه الظلال وكيف يتم تصنيفها في الحقيقة هناك تصنيفات عديدة ومختلفة للظلال بحسب هدف الدارس له والخصائص التي يبحث عنها في دراسته ولكن بشكل عام يمكن أن تقسم الظلال إلى عدة تصنيفات أساسية منها تصنيفها على أساس الفطرة الزمانية التي تبقى فيها فلدينا على هذا الأساس Temporary Shading وهي ظلال الموقعة التي تلقيها الأوساخ المختلفة أو ما يترسب على الألواح من غبار وثلوج وفضلات طيور أو غيوم تمر في السماء فتحجب شعة الشمس بوقتا عن الألواح الأصل في هذه الظلال أنها وقتية إذ يجب إزالة ما يترسب أو يسقط على الألواح من الأوساخ وتنظفها باستمرار ولكن ما يعصل في كثير من أحيان أن هذه الأوساخ تتراكم باستمرار ويتسع أثرها على أنتاجية الألواح فتتحول إلى Permanent Shading بانتظار موسم الأمطار يتم تنظفها بماء الأمطار وأكثر ما نرى ذلك هو مع منظمات للنار الشمسية ولنها في ذلك شواهد كثيرة على ترسب هذه الأوساخ شبه الدائمي أو السنوي على الألواح الشمسية التصميم في الثاني أو النوع الثاني هو الظلال التي تلقيها صفوف الألواح بعضها على البعض الآخر خاصة في أوقات بداية النهار أو نهاية وغالبا ما تكون هذه الظلال لسبب أدم حساب المسافة بين صفوف الألواح بشكل دقي والاكتفاء بحسابات تقريبية لهذه المسافة مع الأسف أن هذا نوع من الظلال سيستمر مع المشروع حتى النهاية مسبب انتراكم لخسائر كان يمكن تجنبها لو تم حساب هذه المسافة بشكل صحيح يتم حساب هذه المسافة على أساس ثلاثة عوامل أولهما خط أرض المنطقة المطلوب نصب الألواح فيها وثانيهما الزاويتين الأزمث والتلط للمنظومة وثالثهما أبعاد الألواح وطريقة نصبها واللي محاضرة في قناتي فيها الحساب الدقيق لهذه المسافة متاحة لمن يرغب للطلاع عليها أما النوع الثالث من الظلال فهو الظلال التي تأتي من المكان وغالبا ما يكون هذا النوع مصاحب من المنظومات التي يتم إنشاءها ضمن المناطق السكنية المزدحمة حيث يصعب الحثور على فضاء كافي لمسار شمسي كامل بدون ظلال تلقيها الأبنية والمساكن والعمارات والعوائق المجهور والتي يصعب تجنبها وهناك نوع آخر هو الـ Direct Shading تمييزا له عن Indirect Shading مثل الظلال الغيوم في حالة Direct Shading هناك ظل مباشر من جسم معاعي قريب للألواح الشمسية ويصلط على الألواح ظلال حاجبا عنها الشمس بشكل مؤثر وكلية وهذا تمييزا له الـ Indirect الذي يكون تأثير الظلال فيه جزئي وبسيط وهناك تصنيف آخر هو الـ Diffuse Shade والـ Hard Source Shade في النوع الأول يكون الظل بسبب Soft Sources مثل الإتجار البعيدة هناك كمية معقولة من أشعة الشمس ما زالت تصل إلى الألواح أما لو كان لدينا Hard Sources فستمنع هذه الأجسام وصول الضوء بشكل كبير ومؤثر جدا إلى الألواح الشمسية وطبيعي أن أثار الـ Hard Source Shading هي أسوأ بكثير مما نراه مع Soft Sources ويمكن أن تؤثر على إنتاجية الألواح الشمسية التي تعاني من ذلك بشكل كبير التصنيف الآخر هو تصنيف ممنع على شكل هندسي للظلال هل هي ظلال منتظمة الشكل؟ تحجب بشكل مباشر أجزاء محددة وبشكل منتظم ودوري من الألواح الشمسية؟ أم هي ظلال غير منتظمة الشكل؟ عشوائية الشكل؟ وتؤثر في كل مرة في أجزاء مختلفة من الألواح الشمسية؟ للنوع الأول آثاره ومساهمته الأكبر بنسبة الأعطال التي تحدث في الألواح الشمسية من النوع الثاني طيب الآن وبعد كل هذا المشوار مع أنواع الظلال وتأثيراتها يبرز السؤال الأساسي هنا كيف نقلل آثار هذه الظلال على إنتاجية المنظوم الشمسي؟ يمكن أن نقسم الطرق المستخدمة في معالجة مسألة الظلال إلى عائلتين من الحلول العائلة الأولى تضم كل الحلول التي تلغي أو تقلل هذه الظلال ونسبتها إلى أقصى حد ممكن مثلا يمكن لنا توزيع صفوف الألواح بحيث لا يلقي أي منها ظلالا على الآخر أو ننصب الألواح بعيدا قدر الإمكان من أي عوائق تلقيب ظلالها عليه فإذا لم تكن هذه الحلول متاحة لنا ولا مهرب من وجود الظلال نلجئ إلى العائلة الثانية من الحلول وهي عائلة تقليل آثار الظلال الحادثة على إنتاجية المنظوم الشمسي وسيبتدئ هنا بمعالجات هذه العائلة فيمكن لنا تحقيق ذلك بعدة وسائل منها ما يلي تتيح لإنفرترات الحالية إمكانية وجود أكثر من إنبوت له كل إنبوت مخصص للسترينغ مستقل يجري لها حسابات المكسوم والبولر بوينت بشكل مستقل بهذا الشكل نستطيع فرز الألواح التي نتوقع أن تتعرض الظلال في سترينغ خاص بها وعزلها عن الألواح التي لا تعاني من الظلال والتي نربطها في سترينغ خاص بها أيضا بهذه الطريقة لن تؤثر الظلال على إنتاجية الكلية للمنظوم إلا بشكل محدد من خلال سترينغ الألواح التي تتأثر بها الطريقة الثانية هي استخدام ألواح مصنوعة من السيليكون العشوائي أمورفوس سيليكون وليس سيليكون وحاجة تبلور سينجل كريستل أو متعدد تبلور بولي كريستل من حسنات الألواح سيليكون العشوائية إنها تتأثر بشكل أقيل بوجود الظلال من أنواع السيليكون الأخرى وأمامكم جدول يظهر نتائج مقارنة باستخدام خلايا من أنواع الثلاث وبالمواصفات الموضحة فيه لكل منها نرى في العمود في أقصى اليمين مقدار التدهور في الإنتاجية مع نسبة التضليل بين 0 إلى 50% يمكن أن تروا إن أقل تدهور حادثة مع الأمورفوس سيليكون حيث بلغت نسبته 82.2% لأنما كانت للسيليكون نوع المونو كريستلين 98.2% وللبولي كريستلين 97% هذه ليست الحسنة الوحيدة لخلايا السيليكون العشوائي فتدول إنتاجية لها مع ارتفاع درجات الحرارة هو الأقل مقارنة مع النوعين السابقة من السيليكون البلوري مع ذلك فإن المشاريع التي تستخدم هذا نوع من السيليكون هي الأقل حالية لأسباب لا يتسأل مجال هنا لذكره الطريقة الثالثة من طرق تقليل آثار الضلال على إنتاجية الواحي الشمسية هو ترتيب ربط الألواح في تكوين السترينج الفكرة هنا تعتمد على أنه في ربط التوالي تعرض أحد الألواح للظلال سيضرط إنتاجية كل الألواح المربوطة معنا في تلك السلسلة ولكن لو تم ربط هذه الألواح على التوازي فلنؤثر ذلك اللوح على إنتاجية المجموعة المرتبطة به أو على قد سيكون تأثيره قليلة لذلك يتم هنا تطوير أو تغيير ربط الألواح بين التوالي والتوازي معنا للوصول إلى الفولتي أو التيار المطلوبة والشكل أمامكم يمثل حد هذه الخيارات وهنا مثال تطبيق على هذه الفكرة لدينا خلايا شمسية بعدد 9 خلايا يتم ربطها في خيارين للربط هما 1 في 9 أي ربط 9 خلايا على التوالي والخيار الثاني هو 3 في 3 بمعنى ربط كل 3 خلايا معنا على التوالي والكل على التوازي ترون أمامكم في الصف الأول الفقدان في القدرة نتيجة التعرض للظلال بقيمة 11% الخيار الأول 1 في 9 أعطانا فقدان من مقدار 3.7% بينما خيار 3 في 3 أعطى فقدان قدرة بنسبة 1.7% وهو هذا طبعا أفضل لو زدنا درجة التوالي تصل إلى 2.6% من المساحة الكلية ستكون الخيار الثاني خيار 3 باي 3 ستكون نسبة للفقدان 7% ولو زدنا نسبة الظلال إلى 13.9% فسيكون الفقدان في الخيار الأول هو 22.2% بينما في الخيار الثاني سيكون 36.8% هذه هي الحالة الوحيدة التي يشد فيه هذا الخيار في تدهور إنتاجيته ربما يعود السبب إلى غياب خلايا مهمة بسبب الظلال ولو كانت نسبة الظلال 10.1% ستكون الخسارة الخيار الأول 36% والخيار الثاني 30.5% ولو كانت الظلال بنسبة 12.5% فإن الخسارة في الخيار الأول هي 18.3% وفي الخيار الثاني هي 17% يمكن أن نلاحظ هنا ملاحظتين أساسيتي الملاحظة الأولى إن مقدار الخسارة في كل الخيارين لا تعتمد فقط على مقدار أو نسبة المنطق المظللة للمساحة الكلية لللوح ولكن أيضا لموقع الخلايا التي تعرضت للظلال في اللوح أما الملاحظة الثانية فإنه لا يمكننا المناورة بخيارات الربط إلا ضمن حدود معينة لأن الفولتيو والتيار الناتجين سيختلفان بإبدال أحد الربطين بدل آخر ذلك لابد من ملاحظة حدودهما وفق القيم المتاحة للربط مع الإنفيرتر أو منظم الشحن المطلوبة الخيار الأخير هو ما يعرف بالمدول لفل باور إلكترونيكس والذي يعني أن تتم المعالجة القدر المنتجة من اللوح على مستوى اللوح نفسه أو في ذات اللوح بحيث نضمن أداء البحث عن المكسيموم باور بوينت على مستوى اللوح ذاته وبالتالي تعظيم الإنتاجية قدر الإمكان على مستوى اللوح ويشمل هذا الخيار نوعين من التقنيات هما الديسي اوبتومايزر والمايكرو انفيرتر نبدأ أولا بالديسي اوبتومايزر إذ يقوم هذا الابتومايزر بضبط الفولتية والتيار الخارج من اللوح بأقصى قدرة منتجة دون المساس بإنتاجية الألواح الأخرى حيث يقوم بالحصول على أقصى تيار ممكن في أي لحظة من اللوح حتى لو كان مضللا بدرجة المه مع الانتباه أننا هنا ما زلنا نتحدث عن قدرة مستمرة دي سي باور لذلك فنحن ما زلنا بحاجة للإنفيرتر لتحويل هذه القدرة من قدرة مستمرة لقدرة متناوبة الفكرة هنا أننا نضع لكل لوح شمسي مايكرو انفيرتر خاص به يقوم بتحويل القدرة المستمرة دي سي باور المنتجة لحظيا إلى قدرة متناوبة اي سي باور طبعا مع الحفاظ على كل المهام المعروفة للإنفيرتر من حيث الحرص على الحصول على الماكسوموم بوربوينت ومزامنة القدرة المنتجة مع متطلبات الشبك يتيح هذا الماكرو انفيرتر إمكانيات عديدة إذ يمكن نصب أي عدد من الإلواح معا أو بنصبها بالزوايا والتجاهات مختلفة بحيث يتيح إمكانية نصب الإلواح على أي مساحة متاحة من السقوف وسطوح المباني وبأي اتجاهات ممكن أيضا ولكن هذا الخيار أغلب في سعره من الـ DC Optimizer والشكل أمامكم يوضح الكلفة الإضافية لكلفة اللوح باستخدام هذه التقنيات بأسعار عام 2018 طبعا الآن أتوقع أن الأسعار أرخص بكثير مما معروض في هذا الشكل الطريقة الأخيرة هي طريقة الأغير الشيب وهي من آلة الطرق الأولى التي تحدثتكم عنها وهي آلة تجنب الضلال الأقصى ما يمكن وليست معالجة عثار يعني الطرق المستخدمة هنا هي إمكانية استخدام أشكال محددة لتوزيع الإلواح في الفضاءات المتاحة أو على تشكيل مساحة الألواح الموزعة بأشكال مناسبة بحيث تتجنب الضلال الأقصى ما يمكن اعتمادا عن المساحة المتاحة وإشكال الأجسام أو المباني أو العواقل التي نتوقع أنها ستلقي في ظلالها عليها وفي الأوقات والأيام المتوقعة لذلك وأمامكم مثال على ذلك تم توزيع الألواح الشمسية على سقف الكنيسة بحيث تتجنب ظلال برج الساعة عليها وطبعا تم حساب ذلك على أساس حركة الضل المتوقعة في الفصول للوقات المختلفة نصل الآن إلى سؤال مهم إذا كنا نحاول أن نتجنب الضلال إلى أقصى حد ممكن كيف يمكننا تحديد مساحة هذه الضلال وكيفية تغييرها الساعي تبعا إلى الموسم والفصل من السنة والموقع الجغرافي الذي نسعى لنصب المنظومة فيه مفتاح ذلك من في تحديد المسارات الظهرية للشمس Sun Path في قبة السماء كما تراها المنظومة في فصول السنة المختلفة خلال النهار وأمامكم مثالا على ذلك Sun Path Chart لأحد المواقع المنحنة في الأسفل هو مسار الشمس الظاهري في يوم 21 ديسمبر أو كانوني الأول من السنة بينما أقصى مسار لها في الأعلى هو المسار في يوم 21 حزيرة أو 21 جون وما بينهما باقي بسارات الشمس الظاهري خلال الأشهر السنة المحور السيني هنا X-axis يمثل الأزمة أنجل بينما المحور الصادي Y-axis هو الزوائد Altitude Angle وطبعا هذا الشكل لموقع في نصف الكرة الأرضية الشمال ويمكن أن نجد الكثير من البرامج التي تقوم بحساب ورسم هذه المسارات بحسب إحداثيات موقع نصب المنظومة ومنها البرنامج P-VS حتى نستطيع أن نحسب تأثير الظلال على عمل المنظومة وإنتاجيتها يجب علينا أن ندخل الأجسام والمباني والعوائق على ال Sun Path Chart وبالتالي نرى كم تؤثر على الإنتاجه كموادع عامة أكبر عاقة أو أكبر ظلال ستكون في أشهر الشتاء وعند أوقات شروق وغروب الشمس لأن الشمس تكون في هذه الأوقات في ارتفاعات منخفضة نسبة لارتفاعاتها الظاهرية في قبة السماء في باقي الأوقات هناك أجهزة كثيرة يمكن أن نستخدمها لحصول على المسارات الظاهرية للشمس مسقطة على صورة للفضاءات المحيطة بالموقع الذي ندرسه بطريقة Fish Eye View نظرة عين السمك حيث تراكم هذه المسارات مع الصورة وأمامكم نموذجاً له بهذه الطريقة يمكن أن نتوقع هذه الظلال ومدى تأثيرها على المنظومة للواحي الشمسية وبالتالي نستطيع إدخالها في حساباتنا لإنتاج هذه المنظومة ترون أيضاً أحد هذه الأجهزة بإمكان هذا الجهاز أن يأخذ صورة للموقع المراد دراستي وحساب المسارات الظاهرية للشمس ومن ثم سقط كل الأجسام والأبنية التي يمكن أن تسبب ظلالاً على المنظومة الشمسية وهذه قائمة ببعض أهم الأجهزة المستخدمة في إجراء مثل هذه التحاليل ولكني للأسف بسبب لدية الوقت لن أخذ في تفاصيل أي منها لإستخدام مثل هذه الأجهزة يمكن الحصول على شكل مشابه لدرجة كبيرة للشكل أمامكم يمكن أن تروا هنا ثلاث مناطق أساسية للظلال المنطقة الأولى هي منطقة الظلال غير المؤثرة وهي ظلال التي تنشأ أثناء حركة الشمس الظاهرية ولكنها لا تصل لحدود المنظومة الشمسية المنصوبة في الموقع المختار له ثانيا منطقة الظلال المؤثرة ويتم حساب أوقات تأثيرها ومدى هذا التأثير على انتاجية المنظومة المنطقة الثالثة هي المنطقة الخالية من الظلال ومن طبيعاً يتم حسابها هذه المناطق على مدار السنة وبحسب المنطقة التي نعمل فيها ويمكن تخذية هذه المسارات والظلال إلى البرامج المتخصصة مثل بي في سيست أو غيرها لأخذها في الحسبان عند حساب انتاجية المنظومة الشمسية أتمنى أن تكون محاضرتي مفيدة لكم إذا عجبتكم المحاضرة فلا تبخلوا بإظهار الإعجاب عليها وبإمكانكم اشتراك المجاني في قناتي من خلال الضغط على Logosolor يشوفوا أمامكم وهذه صفحتي في الفيسبوك بإمكانكم التواصل معي من خلالي شكراً لكم واتمنى لكم يوم سعين